موسيقى نصرة اخبارية مفصلة من تلفزيون لبنان أهلا بكم مساء الخير أقلعت الحكومة بجلسة عمل لمجلس الوزراء في القصر الجمهوري وسط تأييد وزاري لمواقف الرئيس ميشيل عون وتجديد للموقف الرافض لقرار الرئيس الأمريكي دونالد ترامب باعتبار القدس عاصمة لإسرائيل وتزامن موقف مجلس الوزراء مع موقف مماثل للقمة الإسلامية المسيحية في بكركي وسجلت في جلسة مجلس الوزراء إنجازات عملية أبرزها إقرار تلزيم لبلوكين أربعة وتسعة في الغاز البحري وفي المعلومات أن الشركتين ستبدأان الحفر مطلع العام 2019 على أن يكون العام الطالع لتنفيذ الألية القانونية والتحضير للورشة وفي جلسة مجلس الوزراء مداخلتان لرئيسي الجمهورية والحكومة وتوافق على تشكيل لجنة وزارية لدرس اقتراح وزير الخارجية جبران باسيل باعتماد سفارة لبنانية في القدس المحتلة وفي القدس والضفة الغربية وقطاع غزة استمرت الانتفاضة الفلسطينية وفي جناف اشترط وفد النظام السوري إلغاء مقررات الرياض للتفاوض مع المعارضة وفي اليمن غارات جوية للتحالف ومعارك على الساحل باتجاه الحديدة نبدأ أولا من جلسة مجلس الوزراء عدنا والعود أحمد مثل يلخص أجواء جلسة مجلس الوزراء الأولى بجدول أعمال دسم بعد الأزمة الحكومية الأخيرة مثل استهل به رئيس الحكومة سعد الحريري مدخلته في الجلسة التي أدخلت لبنان في نادي الدول النفطية من خلال إقرار البند المتعلق بتلزيم البلوكين البحريين أربع وتسعة لتجمع شركات أني توتال ونوفاتاك من دون أي ملاحظات تذكر أما الخطوة التالية فهي توقيع العقود التي وفق عليها مجلس الوزراء مع دفع الكفلات قضية القدس حضرت في مستهل الجلسة في كلام رئيس الجمهورية العماد ميشيل عون الذي أكد أن موقف لبنان كان قويا في مؤتمر القمة الإسلامية الافتثنائية حول القدس الذي انعقد في إسطنبول مبدئا اعتقاده أن الوضع الدولي يساعد على إلغاء القرار الأمريكي ذي الصلة لا سيما بعد رفض 14 عضو في مجلس الأمن فيما رأى الرئيس سعد الحريري أن التضامن العربي أصبح اليوم حاجة لإنقاذ القدس كي تبقى عاصمة لدولة فلسطين فقط وأشدد على قرار الحكومة بالنائي بالنفس والابتعاد عن التدخل في الشؤون الداخلية للدول العربية معتبرا أنهم من باب أولى منع أي طرف خارجي من التدخل في شؤون لبنان أو استخدام الأراضي اللبنانية منصة لتوجيه رسائل إقليمية ومخالفة التزام لبنان بالقرارات الدولية وبعد المناقشات اتخذ مجلس الوزراء قرارا يتعلق بقضيات القدس اعتبر مجلس الوزراء أن قرار الرئيس الأمريكي الأحادي باعتبار القدس عاصمة لدولة إسرائيل لاغيا وباطلا وفاخدا لشرعية دولية كأنه لم يكن على ما ورد في مختلف القرارات الأممية والدولية الصادر عن الجميع العامة للأمم المتحدة ومجلس الأمن ومحكمة العدد الدولية بموضوع القدس ويؤكد مجلس الوزراء التزامه بمبادرة السلام العربية في قمة بيروت لجهة اعتبار القدس عاصمة لفلسطين وحق العودة جزءا لا يتجزأ من أي مبادرة سلام وحل للقضية الفلسطينية كما يؤكد المجلس العمل على الاعتراف بفلسطين دولة مكتملة العضوية في الأمم المتحدة والقدس عاصمة لدولة فلسطين وعودة اللاجئين الفلسطينيين إلى ديارهم مع تأييد نضال الشعب الفلسطيني وانتفاضته في وجه هذا القرار هذا وسيشكل مجلس الوزراء لجنة وزرية لمتابعة تنفيذ الاغتراحات الواردة في كتاب وزير الخارجية والمغتربين إلى مجلس الوزراء لتكريس القدس عاصمة لفلسطين مجلس الوزراء عين القاضي محمد مكاوي محافظا لجبل لبنان والقاضي كمال أبو جود محافظا للبقاع ووافق على تطويع ألفين عنصر في قوى الأمن الداخلي للعام 2018 كما صدق تخطيط أوتوستراد دبي إلى أيبي وفي خلال الجلسة طرح الوزير محمد كبارة الكاريثة البيئية والصحية والاجتماعية التي تتعرض لها مدينة طرابلس نتيجة مكاب النفايات وكان وعد بطرح الموضوع على جدول أعمال الجلسة المقبلة في بكركي قمة روحية إسلامية مسيحية أكدت قدسية مدينة القدس وعربيتها بدعوة من البطرياركية المارونية عقد رؤساء الطوائف في لبنان قمة روحية في بكركي متوقفين عند قرار الرئيس الأمريكي الاعتراف بالقدس عظمة لإسرائيل وفي كلمات الافتتاح اجتمع رؤساء الطوائف عند رفض القرار وإدانته مطالبين بالعودة عنه إنه قرار جائر بحق الفلسطينيين والعرب والمسيحيين والمسلمين وقرار مخالف لقرارات الشرعية الدولية ولمقررات الأمم المتحدة وللقانون الدولي مفت الجمهورية الشيخ عبداللطيف داريان أكد عدم القبول بتهويد القدس مشددا على الوقوف إلى جانب الشعب الفلسطيني هذا القرار يعد انتهاكا لجميع الأديان السماوية هذا القرار يعتبر انتهاكا أيضا لكرامة العرب والمسلمين والمسيحيين من جهته دعا رئيس المجلس الإسلامي الشعي الأعلى الشيخ عبدالأمير قابلان إلى الوحدة مشيدا بمواقف رئيس الجمهورية أنا يمثلني ميشيل عون ويمثلني جبران بشيل كركي أرض لبنانية يتمثل بها كل اللبنانيين أما شيخ عقل طائفة الموحدين الدروز الشيخ نعيم حسن فقال إن رسالتنا اليوم هي أن القدس مدينة السلام فلسطين أرض عربية والقدس روحها بكل ما تعنيه في الذاكرة والتاريخ ماضيا وحاضرا ومستقبلا وكلمة الحق هي أن الشعب الفلسطيني له حق بأرضه وبقدسه وبدولته البيان الختمي للقمة خلصة إلى التأكيل على قدسية المدينة وأن القرار الأمريكي يشكل تحديا واستفزازا مطالبين بالرجوع عنه لمخالفته القوانين والمواثق الدولية وكونه يسيء إلى ما ترمز إليه المدينة وإذا أكد المجتمعون تمسكهم بالصغط العيش المشترك بين المسلمين والمسيحيين مواطنين متساوين في الحقوق والواجبات وعلى تمسكهم بالمبادئ الوطنية التي أقرها الدستور اللبناني ووثيقة الفاق الوطني أعربوا عن دعمهم الموقف اللبناني الرسمي الرافض لقرار الرئيس الأمريكي الجائر لبرمن يعز بإعداد سيناريوهات التعامل مع التصعيد على شبهة غزة وإسرائيل تغلق معبرين مع الأراضي الفلسطينية ردا على إطلاق الصواريخ من قطاع غزة واسمعي الهنية يعلن في الذكرى الثلاثين لتأسيس حركة حماس العمل لإرغام ترامب على تراجع عن قراره بشأن القدس مؤكدا رفض التطبيع والاعتراف بالقدس أعلنت إسرائيل إغلاق معبرين حدوديين مع قطاع غزة ردا على إطلاق الصواريخ اليومي من القطاع على مدى الأسبوع الأخير بعد أن اعترف الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بالقدس عاصمة لإسرائيل وقال الجيش الإسرائيلي إن طائرات إسرائيلية قصفت ثلاث منشآت لحركة حماس فجرا بعد أحدث هجمات صاروخية واستهدف معسكرات تدريب ومجمعات لتخزين الأسلحة واعترض نظام القبة الحديدية الإسرائيلي صاروخين أطلقهما نشطاء بين منفجر الثالث في منطقة مفتوحة ولم ترد تقارير عن وقوع خسائر بشرية وقال الجيش الإسرائيلي إنه نظرا للحوادث الأمنية سيجري إغلاق معبر كرم أبو سالم وهو الممر الرئيسي لدخول البضائع إلى قطاع غزة ومعبر إراز ولم يحدد إلى متى سيظل المعبران مغلقين المتحدث باسم الكنيسة الإسرائيلي أعلن في شأن آخر أنه تم اختار الكنيسة بتأجيل زيارة النائب الرئيس الأمريكي مايك بانس إلى إسرائيل لبضعة أيام مشيرا إلى أنه حتى الآن لم يتم تحديد موعد دقيق للزيارة ويأتي هذا التأجيل بعد أن قررت السلطة الفلسطينية عدم استقبال بانس وذكرت صحيفة هاراتس أن بانس اضطر إلى تأجيل زيارته بسبب ارتباطه بالتزامات في الكونغرس الأمريكي إلا أن التأجيل يأتي على خلفية الأزمة التي سببها قرار الرئيس الأمريكي ترجمة نانسي قنقر أقسم أمام رئيس الجمهورية ميشيل عون ورئيس مجلس الوزراء سعد الحريري اليمين القانونية كل من عضوي العليا للتأديب مرفة أحمد عيتاني وعلي حسن مرعي وتمنى الرئيس عون للعضوين الجديدين التوفيق في مهامهما مؤكدا دور هيئة الرقبة في مكافحة الفساد وتأمين الانضباط الوظيفي العام بهدف تحسين الإنتاج كذلك تمنى الرئيس الحريري التوفيق لهما مشددا على ضرورة تفعيل أداء الهيئة العليا للتأديب بعد اكتمال أعضائها إلى ذلك التقى رئيس الجمهورية سفير لبنان المعين لدى سلطنة عمان البرس ميحا وسفير لبنان المعين لدى دولة الإمارات العربية المتحدة فؤاد دندن لمناسبة تسلم مسؤوليتهما ديبروماسية الجديدة الرئيس برن التقى المناسقة الخاصة الجديدة للأمم المتحدة في لبنان ورى أنه على الأمم المتحدة أن تستكمل موضوع المنطقة الاقتصادية الخاصة للبنان والتقى وفد من تجمع المستقلين في المجلس الوطني الفلسطيني شكره على مواقفه الدائمة للقضية الفلسطينية رئيس مجلس النواب نبيه بر وخلال لقائه المنصقة الخاصة الجديدة للأمم المتحدة في لبنان برنيل كاردال أكد على العلاقة الجيدة بين قوات اليونيفل والجيش اللبناني وأهالي الجنوب منوها بموقف الأمين العام للأمم المتحدة تجاه الأزمة الأخيرة التي مر بها لبنان مشيرا إلى التقرير الدولي الأخير حول القرار 17-01 الذي عدد بوضوح الخرقات الإسرائيلية الكثيرة للقرار وتناول الرئيس بر موضوع الحدود البحرية والمنطقة الاقتصادية الخاصة للبنان مجددا التأكيد على ضرورة أن تستكمل الأمم المتحدة ما بدأته تجاه هذا الموضوع المسؤولة الدولية أكدت بدورها للرئيس بر بأن الأمم المتحدة عازمة على متابعة جهودها في هذا الإطار الرئيس بر جدد تأكيده بأن أهم مساعدة للبنان في موضوع النازحين السوريين هو في تحقيق الحل السياسي للأزمة السورية وكان الرئيس بر قد التقى وفدا من تجمع المستقلين في المجلس الوطني الفلسطيني شاكره على مواقفه الوطنية والداعمة للقضية الفلسطينية والشعب الفلسطيني الرئيس بر التقى سفراء لبنان في كل من النصر علي الحلبي والإمارات العربية المتحدة فؤاد شهاب دندن وسلطنة عمان ألبير سميحة وأرمينيا مايا داغر وكولومبيا لمناسبة قرب مغادرتهم لبنان الرئيس الحريري أكد أنه سيكون أول من ينتقد أي خروج عن الالتزام بسياسة النائب النفس وأشار إلى أن الإعلام يضخم الأمور أكثر مما يفترض في التركيز على بعض الحلفاء كان القوات اللبنانية أو الكتائب كلام الرئيس الحريري جاء خلال استقباله في بيت الوسط حشدا من عائلات اتحاد جمعيات العائلات البيروتية وأمل الرئيس الحريري أن يحصل التغيير نحو الأفضل من خلال الانتخابات النيابية في أيار المقبل هذه الانتخابات هي عبارة عن خطين ناس بدأ استقرار وأمن واقتصاد وناس بدأ بس تصرخ وتزيد علينا في ناس عم تحكي باسم رفيق الحريري أو مسيرة رفيق الحريري وهن ما كانوا بلحظة جزء من هذه المسيرة ولكن كانوا جزء من المستزلمين لحتى يوصلوا إلى أماكن بهذه المسيرة نحن عدنا ثوابت ثوابت إن كان بتحالفاتنا أو بأصدقائنا الإقليميين واللي نحن مؤمنين بالعلاقات المميزة مع المملكة العربية السعودية ومع الخليج كله ومؤمنين بعلاقات مميزة مع كل العرب وهذا موضوع نحن ما حنزيح عنه موضوع النائب النفس هو أول مرة بيتاخذ قرار بمجلس وزراء قبل كان تطلع بيانات ولا كان تطلع ضمن حوار اليوم في قرار مجلس وزراء بهذا الموضوع وكل المكونات السياسية التزموا بهذا القرار وأنا قلت أي خروج عن هذا الالتزام بموضوع مجلس وزراء بالنائب النفس حتلاقوا ساعد الحريري أول واحد حينتقل وبقولكم من هلأ نحن هناخد كل الإجراءات اللازمة لمنع أي تصرف من هذا التصرف اللي صار به من قبل أي حشل القوات اللبنانية تعلن ترشيح الوزير بيار أبو عاصي في منطقة بعبدة والدكتور جعجع يدعو إلى دولة يحكمها سلاح الدولة فقط وتنشط فيها السياحة بعيدا عن الخزعليات الجنوبية لقد بثلنا كل الجهد والتعب لانتخاب رئيس جديد وإعادة الحياة إلى المؤسسات الدستورية لقد فعلنا كل ما يمكن فعله لإقرار قانون الانتخابات جديد عادل يضع مصيركم بين أيديكم فهلموا هلموا لنجدة أنفسكم بأنفسكم عليكم يقع الاختيار بين الفساد ومحاربته بين الريادية والتقليدية القاتلة أما سأمتم السفقات والسمسرات أما سأمتم الاستماع للمزايدات والشعبوية والخطبات التي لا تطعم خبزا لفقير ولا توفر وظيفة لعاطل عن العمل إن النقة لا يفيد والتساؤل وين هي الدولة لا يطعموا خبزا وين هي الدولة إن الدولة بالفعل هي أنتم لأنكم باقتراعكم تحددون معالمها الناس بقدوا أربع سنين وين الدولة؟ الدولة أنتم لأنه اللي عم بينتخبون الناس هن اللي عم بصيروا نواب وعم بينتخبوا رئيس جمهورية وعم بيعين رئيس حكومة وعم بينتخبوا حكومة أما نحن فسنبقى حاملين السلم بالعرض حاملين السلم بالعرض ولكن ليس أي سلم بل سلم القيم والمبادئ والاستقامة والشفافية والنظافة نظافة الكف والإدارة والإدارة الرشيدة والحوكم الفعلية أي سلم سلم الحرية والسيادة والاستقلال نريد دولة عادلة قوية لا يعلو فيها سلاح فوق سلاح الدولة نريد دولة فاعلة اقتصاديا لا شبه دولة تعتمد على مساعدة من هنا وهبة من هناك نريد دولة ناشطة سياحيا لا تقتصر فيها السياحة على خزعليات على الحدود الجنوبية للبنان اللواء إبراهيم يفتتح مركزا حدوديا جديدا للأمن العام في القاع في خطوة هي الأولى منذ اندلاع الحرب السورية افتتح المدير العام للأمن العام اللواء عباس إبراهيم المبنى الجديد لمركز الأمن العام الحدودي وذلك بحضور عددا من النواب والوزراء في القاع ورجال الدين وشخصيات رسمية ومدنية وعسكرية وحضر الأمين العام للمجلس الأعلى اللبنان السوري نصري خوري وضباط سوريون ويتضمن المركز نقطة للأمن العام وأخرى للجمارك وثالثة للجيش اللبناني على أن يبدأ العبور إلى سوريا عبر هذا المركز ابتداء من يوم غد الجمعة كما أعلن لواء عباس إبراهيم من الهرمل في طريقه إلى المركز مؤكدا أن التنصيق الأمني اللبناني السوري لم ينقطع تيلة الأزمة السورية وأشار إلى أنه كلف ضابطا في الأمن العام لمتابعة العريضة المقدمة من أهالي الهرمل لفتح معبر شرعي من البلدة إلى الداخل السوري إبراهيم تحدث عن أهمية هذا المعبر الذي يكتسب أهمية استثنائية ودقيقة ليشكل بذلك ممرا وبوابة عبور مدافعا عن القدس عاصمة الديانات السماوية ووقف قبل أمس مكرسا لبنان القوي قوي بوحدة أبنائه باستفافهم خلفه إنه فخامة رئيس الجمهورية العمال يشيل عون إن احتفالنا بتدشين المبنى الجديد لمركز أمن عام القاع الحدودي الذي تقرر إنشاؤه بموجي القرار مجلس الوزراء رقم 7 الصادر بتاريخ 28-2012 يتسب أهمية كبيرة في ظروف استثنائية دقيقة فنحن هنا لنثبت حدود وطننا بالجهد والتضحية فيما مصائر دول عدة باتت أسيرة الإرهاب العابر للحدود والمناكفات الدولية ومصالحها التي لا تقيم اعتبارا لحق الشعوب أو حرية إنسانها أو تقرير المصير وأعني هنا ما حصل قبل أسبوع بشأن مدينة القدس إبراهيم اعتبر أن مثل هذا المركز يشكل ركيزة أساسية من دعائم السيادة الوطنية مع الالتزام التام بالمواثيق والقوانين الدولية والمحلية مدير عام الجمارك بدري ظاهر بدوره تمنى أن يؤدي فتح المعابر إلى فتح القلوب وشكر لللواء إبراهيم على جهوده متمنيا فتح المزيد من المعابر أن إب مروان فارس بدوره رحب باللواء إبراهيم وأثناء على هذه الخطوة وكان تحدث النائب نوار الساحلي الذي قال أن افتتاح هذا المبنى هو رسالة بأننا انتصرنا على الإرهاب أما وزير الداخلية السوري اللواء محمد الشعار أكد العمل من أجل خدمة العلاقة بين البلدين وعن عودة النازحين أشار إلى أن لا عوائق أمامهم فمن يريد العودة عليه أن يعود نحن نوجه الدعوة لكل الأخوة السوريين أينما كانوا بأن يعودوا إلى قراءهم وإلى مناطقهم وكما تحدثت قبل قليل الأبواب مفتوحة الأمر يحتاج إلى تسويت وضع قانوني البعض خرجها بشكل رسمي عبر بوابات الحدود والبعض خرجها بظروف خاصة كما نعلم في هذه المنطقة الحدودية منذ أشهر كانت هناك تجمعات العصابات داعش وتجمعات العصابات النصرة وتم تحرير جميع المناطق الحدودية من الطرفين الآن متاح للجميع أن يعود فقط إذا كان هناك خروج غير رسمي عبر الحدود يمكن تسويت حضر بعد ذلك أزحلوا إبراهيم السيتار عن النصب التسكري وأقيمت مأدوبة غداء بالمناسبة افتتاح مركز التدريب المهني بدعوة من مؤسسة الصفضي افتتحت مؤسسة الصفضي معهد الصفضي للتدريب المهني المعجل وأطلقت مشروع التدريب المهني المعجل للدمج الاقتصادي لشباب طرابلس وذلك خلال احتفال أقيمة برعاية مفتي طرابلس والشمال الدكتور مالك الشعار في مركز المعهد بطرابلس بحضور نواب ورجال دين ونقباء مهن حرة وحشد كبير من فعاليات المدينة المفتي الشعار أكد أن الحاجة ملحة لمعاهد التدريب المهني لأنها تؤهد الشباب والشابات لبدء مسيرة حياتهم بامتلاكهم مهنة تؤمن لهم العيش الكريم هذا المعهد كان حلما وربما كان خيالا فأصبح اليوم بهمة وإرادة الصفضي حقيقة ومثالا بل وواقعا تراه العيون وتقصده النفوث النائب محمد الصفضي لفت إلى أن الهدف من إنشاء مركز التدريب المهني المعجل هو التعاون مع الشباب لحمايتهم عبر إعطائهم مهنة ينتجون من خلالها ويؤمنون دخلهم بيدهم ونحن طموحنا أن نحمي المواطن وخلي الشباب هو بهمته هو يكون العامل اللي عم يشتغل وعم يطلع دخل منه عم نحمي الناس اللي بدهم حماية ومنه هو عم يلاقي الشغل وفي ختام الاحتفال تم تخرج الدفع الأولى من المستفدين من أولى دورات المعهد الممولة من البردمج الأقليمي للتنمية والحماية وعقب ذلك جولة في أرجاء المركز الذي يؤمن دراسة مجانية وتدريبا عمليا متطورا للشباب والشابات ويساعد الشديدين في تأمين فرص عمل لهم ودمجهم اقتصاديا في المجتمعات وإلى الاقتصاد وندى الحوت تفيد دراسات أن الأسعار قد ارتفعت في لبنان منذ بداية العام بنسبة تراوحت ما بين 1.3% لا سيما في الشهرين الماضيين مع سلسلة رتب والرواتب ومن المتوقع أن ترتفع أكثر في العام القادم مع بدء رفع نسبة الضريبة على القيمة المضافة من 10 إلى 11% ورفع الأقصاد المدرسية والتي بدأ الأهالي برفع الصوت لضبط هذا الموضوع كنا نعب العربية بـ 100 دولار يعني هلأ عم نجيب مواد تنظيف بـ 200 ألف لا عدس ولا حمص ولا فول ولا سمنة ولا رز لا ارتفعت كثير مصر فيه تفاوت كثير كبير لا الحمد لله بس بدك المعاشات يطلعوا هون هيصة هون هيصير فيه جاب هون التدخم هيصير مثل مؤسسات العامة لحديث هلأ عم نشوفوها طريقة كيف يؤمد المعاشات مثل تلفزيون لبنان مثل مستشفى الحكومة كل المستشفيات هذول رحنا ما قلنا سلسلة هشوفو هيدرسولنا ان شاء الله سلسلة بس هون هون يعملوا الجاب يزابطوا الأمور وقال الله حصير في تفاوت ساعتها أنه بعده كله غالي تنزلي كله غالي ما فيش رخيص أنا بيجي من بره يعني ما شح علي ما بعرف كيف كانت كيف صارت ما بعرف مدير حماية المستهلك طارق يونس أوضح أن هناك ملاحقة دقيقة من قبل حماية المستهلك تعمل على مراقبة تلعب الأسعار وتحديدا ما يقع ضحية الغش عبر شراء أونلاين مقارنة شهر أيلول 2017 بشهر أيلول 2016 للسنة لورا ما أظهرت أي ارتفاع بالأسعار بالنسبة للسلع الأساسية السلع الأساسية وخاصة السلع الغذائية لم يظهر عنا أي ارتفاع بالموضوع بعد لها أنا أرقام شهر تشرين تاني ما عند الجداول بعدها عم تنعمل الجداول لما تظهر بيبين معنا إذا صار في ارتفاع عن مثلا بين تشرين تاني خلينا نقول وشهر أيلول أو شهر أب إذا صار في ارتفاع خلال الشهرين الثلاثة الماضين ولكن بالأرقام التي بين أيدينا مقارنة بالسنة الماضية بين أيلول السنة الحالية والماضية لم يظهر أي ارتفاع بالأسعار رغم أنه شهدتها بهالفترة إقرار سلسة الرتب والرواتب مشكلة أساسية باينج أونلاين يعني الناس عم تشتري أونلاين عم بيصير في نوع من التزوير عم بيصير في نوع عم بيحس حاله المواطن اللبناني مثل كأنه نغش فبموضوع باينج أونلاين كيف اليوم عم ينضبط هيدا الموضوع كوزارة أقتصاده كحماية مستهد حقيقة هذا موضوع كتير مهم من الأثار تيست نادا موضوع هو حقيقة من ضمن الصلاحيات اللي عم بتمارسها مديرية حماية المستهد بس ضمن الإمكانيات طبعا هوني بقصد أنه اليوم ممكن تشتري أونلاين ويكون الموقع اللي اشتريتي منه هو خارج لبنان أو المؤسسة اللي عم تبيع اليوم بتعرفي في علي بابا في أمازون في عدد كبير ممكن تكون من الصين ممكن تكون من أمريكا وبالتالي لما بتوصل لبضاعة إذا تبين أنها لبضاعة منا مطابقة للي طلب المواطن نحنا كمديرية حماية المستهد ما عنا صلاحية نعمل شي إذا كان الموقع والمؤسسة اللي عم تبيع هي خارج خارج أما إذا كانت في لبنان فنحنا منعمل التحييات اللازمة إذا قدرنا نوصل للعنوان من روح على العنوان ومنعمل تحيياتنا وكأنه كأنك أنت شتريتيا من محل عادي وبالتالي بيصير بالنسبة لنا وكأنها شكوى عادية وإذا تبين لنا أنه في صعوب كبيرة لنستحصل على العنوان لأنه مرات كتير بيستعملوا فقط أرقام تليفون أو بس مجرد موقع إلكتروني وبالتالي هون عم بيصير في تنسيق بين مدرية حماية المستالك بوزارة الاقتصاد والتجارة وبين مكتب جرائم المكافحة جرائم المعلوماتية بقوى العمل الداخلي اللي هن بيساعدونا بهذا الإطار بيحددونا عنوان المؤسسة الممكن تكون مخالفة لحتى نحنا نجري التحييات أو ممكن بعض الأحيان هن يكملوا التحقيق إذا اعتبروا أنه هذا الموضوع من ضمن صلاحيات لألونين بمناسبة اليوم العالمي للأشخاص ذوي الإعاقة نظم المجلس النيابي اللقاء البرلماني الأول لمصابي الألغام وكان تشديد على وجوب إصدار المراسيم التطبيقية للقانون 22 المتعلق بحقوقهم عدد من المصابين تحدث عن تجربته إلى المجلس النيابي دعي للمشاركة في اللقاء البرلماني الأول لمصابي الألغام برعاية رئيس مجلس النواب نبيه بر وبالتعاون مع اللجنة الوطنية لمساعدة ضحايا الألغام والمركز اللبناني للأعمال المتعلقة بالألغام والمنظمات الدولية والأهلية ومن على مقاعد النواب طلبوا الدولة بتنفيذ تعهداتها وقوانينها وعلى رأسها القانون رقم 220 على 2000 بعد 17 عاما على إقراره أنا مقعد من 83 عندي عائلة من 11 ولد أحيانا بفوت المستشفى بيقولوا أن وزارة بطاعة الشهور الاجتماعية بتغطي بفوت بنيموني عد تاخد ساعة ساعتين لحتى نتصل بالوزير أو بمكتب الوزير لحتى يوفقوني لحتى نفوت ولا حال دقاء ما في حدا لاعب يرد علينا ولاعب يجاوب معنا حتى بمجلس النواب فواتونا من باب وهني بفوتوا من باب الجزيف روحانة الجمعية التعاونية المائية بكذاء جزين وجامعة البلامند نحنا جينا نوصل الرسالة أنه مثل ما قالوا أغلب الزملاء نحنا يمكن لدينا إعاقة جسدية بس ما لدينا إعاقة فكرية ومشان هيك نحنا منطالب أنه يكون لدينا سماح أكتر للشغل والوظائف عماد خشمان مدير الإعلام العلاقات العامة في مؤسسة جرحة المقاومة في لبنان أنا لست مصاب بالألغام أنا طبعا جرح من جرح الحرب المشاركة هنا هو الهدف التوجيه الرسالي أيضا إلى المجتمع الدولي وإلى المجتمع اللبناني بشكل أخص أن هذه القضية هي قضية وطنية لابد من الاهتمام بهؤلاء الأشخاص من توفير كافة أنواع الدعم السيدة رند بر ألقت كلمة اللجنة الوطنية لمساعدة ضحايا الألغام ممثلة الجمعيات الأهلية المعنية مشددة على وجوب تأمين التغطية الاستشفائية وفرص العمل للمصابين وجب علينا أن نعمل اليوم ضمن توجهين التوجه الأول يكمن في ممارسة الضغط على الحكومة وعلى الوزارات المعنية والمؤسسات العامة والدعوة إلى تطبيق القانون الحالي أو المعدل لاحقا والحرص على إصدار المراسيم التنظيمية المتعلقة به رئيس المركز اللبناني للأعمال المتعلقة بالألغام العميد زياد نصر مثل وزير الدفاع يعقوب السراف وقائد الجيش العماد جوزيف عون مطالبا باعتماد سياسات وبرامج تركن إلى فلسفة الإدماج من هنا ومن هذا الصرح النيابي الكريم مصدر التشريع نأمل أن يتم تفعيل العمل أكثر بالقانون رأم 220 على 2000 ورصد الموازنة المطلوبة له لدعم الأشخاص زوية الحاجات الخاصة في المجالات كافة النائب ميشيل موسى ألقى كلمة الرئيس بري مفنداً لأسباب الموجبة لمشروع القانون لجعل المعوق فاعلاً ومتفاعلاً يجب أن يستتبع القانون بمرسيم تطبيقية وأطر وأليات عملية من شأنها ضمان توفير حقوق المعوقين في البواقع والممارسة وليس الإبقاء عليها في حيز المبدأ والنظريات الاتحاد الأوروبي في كلمته أوضح أنه كان شريكاً طويل الأمد للبنان لمساعدة ضحايا الألغام إلا أن الدعم المالي وحده لا يكفي والمطلوب رعاية هذه الفئة برنامج الأمم المتحدة الإنمائي شدد على تطبيق القوانين لحماية زويل احتياجات خاصة وتأمين المزيد من الدعم لإزالة القنابل العنقودية نقابة الصحافة برئاسة النقيب عون الكعكي وحضور نقيب المخريرين اليس عون والوزير السابق باسم السبعة عقدت جلسة وانتخبت مجلساً جديداً للنقابة والمزيد من المتفرقات المحلية في هذا التقرير استقبل الرئيس الأسبق للحكومة تمام سلام في المصيد بها الوزير السابق رمزي جريج وعرض معه لآخر التطورات استقبل قائد الجيش العماد جوزاف عون أبوزير الدفاع الكازخستاني بحضور السفير الكازخستاني في لبنان وتناول البحث الأوضاع في لبنان والمنطقة وسبل تعزيز التعاون بين الجيشين ومن زوار القائد اليوم كاميل دوري شامعون تفقد رئيس الأركان اللواء الركن حاتم ملاك قبل ظهر اليوم قيادتي اللواء المشاة السادس وفوج الحدود البرية الرابع في ثقنة محمد مكي في بعلبك وطلع على نشاطاتهما التدريبية ومهماتهما العملانية والأمنية نظم مركز البحوث والدراسات الاستراتيجية في الجيش بالتعاون مع جمعية حضارة ندوى بعنوان التنشئ الوطنية الإنسانية وذلك في مناسبة مئوية الفيلسوف اللبناني الراحل كمال يصف الحاج وشارك فيها عدد من الأكاديميين والباحثين والضباط أقم احتفال اليوم في الذكرى الخامسة والعشرين للعلاقات اللبنانية الأوكرانية حيث أكد السفير الأوكراني في لبنان على عمق العلاقات بين البلدين وقد مسل الرئيس عون في المناسبة وزير الدفاع يعقوب الصرف ترأس محافظ النبطي اجتماعا لمجلس الأمن الفرعي على أبواب الأعياد ولمناسبة الأعياد المجيدة لبست بلدة دير القمر الشفية حلات العيد حيث تم تزين ساحة داني شمعون في البلدة أكثر من عشرة ألف شاب لبنانين خضعوا الامتحانات خفراء جمارك سنة 2014 واليوم تداعى المتقدمون بطلباتهم إلى عقد اجتماع في منزل رئيس بلدية التعلبية جرسوان وتجمعوا من بيروت والبقاء والشمال ورفعوا الصوت عالي المنجدين الرؤساء السلاسة التدخل لمعرفة مصيرهم الوفد الحكومي السوري لا يزال يرفض التفاوض مع المعارضة وإحباط عملية انتحارية في دمشق بعد تأكيد المبعوث الدولي إلى سوريا ستيفان ديمستورا أن المعارضة السورية مستعدة للتفاوض المباشر مع الحكومة السورية التي ترفض حتى الساعة هذا الأمر جددت روسيا سعيها وعملها الذي وصفته بالدأوب مع السلطات السورية الحكومية ومع المعارضة على حد سواء لإطلاق حوار بناء يفضي إلى حل دائم في سوريا ميدنيا تم اليوم إحباط عملية إرهابية انتحارية بسيارة مفخخة بالقرب من جسر اللوان على المتحلق الجنوبي في دمشق ما أدى إلى مقتل الانتحاري وتفجير السيارة قبل الوصول إلى الهدف وعلى صعد آخر تأكدت المعلومات عن مقتل المسؤول الميدني في جمهة النصر المدعو أبو عمير المصري مع مرافقه إثر استهداف الجيش السوري الحكومي عن عشرين قتيل من المدنيين بغارة لتحالف الدولي على دير الزور أخبار من حول العالم نال دوين دراك جونسون على نجمته في شارع هاليوود لينضم إلى 2026 نجمة الموجودين في هذا الشارع الشهير وتقع نجمة الممثل العالمي ولعب المسارع السابق في WWE إلى جانب الرئيس التنفيذي لشركة WWE فينز ماكمان والضفضع الضحك المتحرك كيرميت صرح رئيس التنفيذي لشركة أرامكو السعودي أمين ناصر بأن الشركة ستستعيد حصتها التسويقية المفقودة بعد اتفاقية خفض الإنتاج التي تقودها منظمة أوبك وتعتزم الماضي كدما في استراتيجية التسويق لتكون متساوية مع شركة بيج أويل احتفلت حضيقة حيوانات بريطانية بولادة أول حيوان من الكلاب البرية الإفريقية ويظهر الفيديو الذي التقطته كاميرات دوائر التلفزيونية في حضيقة شاسر للحيوانات اهتمام الأم بجرائع ثمانية حديثي الولادة خاصة وأن هذا نوع من الكلاب مهدد بالانقراض وإلى الصفحة الرياضية مع داني حرب سجل البولاند روبرت ليفندوفسكي هدفه الخمسة عشر في الدور الألماني في كرة القدم عندما فاز بار ميونيك على كولونيا بهدف ليعزز الفريق البافاري صدرته في البوندسليغة إلى التسع النقاط كشف رئيس بلدية كييف فيتالي كليتشكو ومدرب أوكرانيا أندريت شيفشينكو عن شعار نهاء دور الأبطال لعام 2018 وستصدف عاصمة أوكرانيا نهاء البطولة على الملعب الأولمبي في 26 أيار بعد يومين من إقامة نهاء السيدات على ملعب فاليري لوبانوفسكي دينامو قال درج سكاي كريس فروم إنه لم يتجاوز أي خطوط حمر على الرغم أنه خرج بنتيجة إيجابية من الفحوصات المخبرية التي أكدت أنه تناول مناشطا إلا أنه أكد أنه بسبب إصابته بداء الربو فلا يمكنه الاستغناء عن عكار السلب تمال وأضاف بطل دورة فرنسا للدرجات الهوائية إن القرار المشحف بإبعاده عن المنافسة سيؤثر سلبا على الرياضة بشكل عام ختاما جرى مساء اليوم سحب اليناصيب الوطني اللبناني وقد ربحت الجائزة الكبرى 75 مليون ليرا الورقة التي تحمل الرقم 16914 بعد أن أعيد السحب وألف مبروك للرابحين ختم هذه النشرة شكرا لكم على حص المتابعة إلى اللقاء